لماذا يهاجمون الكتاب المقدس أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان إنها المشكلة والمعضلة القديمة والحديثة من مهد المسيحية محاولات كثيرة للقضاء على المسيحية ولسيما على الكتاب المقدس ولماذا يهتمون جدا بهذا الأمر ولماذا توجد قوات تسعى بكل إمكانياتها للقضاء على الكتاب المقدس وهل فعلا يستطيعون أن يتخلصوا من الكتاب المقدس وما هي المشكلة بالنسبة لهم عندما نتكلم عن الكتاب المقدس فإذن العديد الذي يهاجم الكتاب المقدس الغير مسيحيين يتهموننا بالتحريف والتزوير لأنه لا يتطابق مع كتبهم والهجوم الأشرص والأعنف هو من ذات المسيحيين الذين يحاولون أن يقللوا من سلطة وقوة الوحي الكتاب ويقولون أنه في أجزاء من الكتاب المقدس غير موحى بها فالهجوم القديم الهجوم الشديد رغم قساوة الإمبراطورية الرومانية ورغم الهجومات الشرسة والاحتلالات في الدول المسيحية التي كانت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحرق الكنائس وحرق الكتب المقدسة ولكن ما زال الكتاب المقدس يقف متحديا العالم بأكمله الأسد يدافع عن نفسه فالكتاب المقدس هو أكثر الكتاب اشتهارا أكثر ترجمات وطبعات ونسخ للكتاب المقدس موجودة في هذه الأيام يترجم أكثر من 200 لغة ولهجة وتصل حتى مش بس اللغات الرئيسية الرسمية حتى اللهجات القبلية اللي في داخل البلاد حقا إنه كلام الله الموحى به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر